موسيقى الأول أنا بتشرف بحضرتك والحمد لله رضا وفضل من الله سبحانه وتعالى أن العمري فاروق ترك بصمة طيبة وسيرة طيبة وعطرة وتاريخ محترم وبنتشرف به فيش مكان بنروح فيه إلا ما نلاقي الناس بتذكروا بكل طيب وكل بخير ودي نعمة وفضلة من ربنا سبحانه وتعالى عليه وعلينا الحمد لله رب العالمين لما الحقيقة سمعت الموضوع دوت كل الليلة بكت يعني الحمد لله رب العالمين الحمد لله هو يعني طبعا رسالة طيبة من الجماهير الوفية قدرت العمري وجهده سنين عمره وشاءه وهو بنئندير رب كريم الحمد لله سب عمل طيب كان بيعشق النادي الأهلي بصراحة قد عمره للنادي الأهلي وما كانش بيصطنع دوت هو كان بيحب النادي وعايز ديله عمره وعايز شفه حل وعايز شفه كبير وهو كبير طبعا إنما قصد أقول إنه هو ما تدخرش جهد ولا فكر بس هو دايما كان متطلع دايما إيه إحنا ممكن نعمل أفضل وهكذا يعني فهو الحقيقة اسمه ارتبط بالنادي الأهلي وربنا اختار له حتى لما وقع وقع جوا النادي الأهلي أو النهاية بتاعته إنه لما أصيب بالوعكة يعني من عشقه وحبه لنادي الأهلي جات النهاية في مقار النادي الأهلي ويعني إن شاء الله نحسبه على خير هو رجل كان طيب وصالح وخير وبيجري مع الناس وبيخدم الناس وكان جوا حب كتير وحد متواضع ومتسامح رغم إن ربنا أعلى شأنه إنما كان جواه كمية تواضعه غير عادية كان بر بأبوه أمه وحبيبه بأخواته حتى بأهله وأصحابه بيته مفتوح للناس كلها عنده من الرزانة والحكمة والتزان يعني ربنا يخصه بحاجات سمات شخصية كمان جد بيقدر يفصل ما بين الجد وإمتى يضحك إمتى يشتغل ويبقى يعني مركز جدا راجل واضح جدا 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 لو حد بيزعله بيتسامح جواه خير يعني مش حد هو بيدور دايما على إيه إزاي أبني إزاي أطور إزاي أحسن إزاي أبقى قيمة مضافة دايما الحاجات السلبية اللي قبلته في مشوار حياته ما كانش بيوقف عندها كان بيأوفرلاب وده الحقيقة حاجة بتاعت ربنا سمحة تعالى بيخص فيها البنات أنا أول حاجة بشكر مجلز زارة النادي الأهلي وعلى رأسه كابتب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الدعوة الكريمة اللي وجهها لعائلة العمري والده والدته أخواته زوجته ابنه كله كله يعني العائلة كلها على فكرة والحقيقة كمان ما سابناش في المستشفى الفترة اللي وقع فيها العمري ما سابناش ولا في المستشفى ولا بعد المستشفى بعد الوفاة هو الحقيقة بيتسابين على طول بيسأل علينا ما سابناش لحظة وحتى الأيام القدر أن يسافر لظروف عمل أو ارتباطات زوجته كابتب محمود كانت معانا أعضاء مجلز دارة كمان كانوا معانا ما سابناش الحقيقة صبح وليل واللي تردادوا على لنا كل كم ساعة لقوم رايحين وجايين وراحين وجايين الحقيقة ما سابناش وده مش جديد على النادي الأهلي وكذلك برضو مدير التنفيذي للنادي الأهلي الرجل المحترم دكتور سعد بيشالبي وصديق عزيز الحقيقة برضو نفس الحكاية ما سابناش وراجل جميل إنما في حاجة غريبة جدا في مؤسسة النادي الأهلي المؤسسة دي عجيبة جدا فيها قيم حاكمة محترمة للغاية يعني القيم الحاكمة للمؤسسة الرقي الاحترام وقفوا معاك ما نسوكش كل دي قيم حاكمة أخلاقيات عليها جدا سمات محترمة جدا ده في غاية الأهمية وده بيدي قيمة كبيرة جدا لمؤسسة النادي الأهلي إنها ما بتنتساش أبنائها نارضة اللوحة عليها اسم العمري فاروق ده دي قيمة كبيرة بتدهل الأجيال خلي بالك لازم تبقى بتحترم الناس تحترم من الناس دي أخلصته تقدته وبذرت جوت لا ده موجودين معنا لحد آخر لحظة وفالحقيقة يعني كابتن محمود يعني مهتم جدا إن احنا بقى متواجدين وحتى في التقاط الصور يعني وإحنا في كل حاجة يعني بصراحة الرجل يعني رجل جميل ويستحق إن يكون على رأس مؤسسة النادي الأهلي شوف أنا شفت حاجتين الأول فكرة إنه نعمل يعني النادي الأهلي يعمل تقبين وتكريم للعمري ده حاجة جميلة جدا 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 إنما شفت إزاي تطبقت التطبيق ما جاش يعني وليد صدفة لكن كابتن محمود أولا دع المجلس إدارة ثم طرح الموضوع ثم بدأ يأخذ أفكار سادة زملاء كابتن محمود في المجلس اللي هم أعضاء المجلس كل واحد قدل بدلو كل واحد طرح فكر فهو الحقيقة حط دوت على الورق ثم بعت يعني لخالد العمري ودكتوري شامل العمري وإبراهيم العمري ابن العمري وقعد معنا في غرفة مجلس إدارة النادي الأهلي وطرح الأفكار وقال أنا عايز أخذ رأيكو بردو معي وتشركوني الرأي في الحقيقة طبعا ده حاجة جميلة جدا يعني فكرة التكريم في حد ذاته حاجة كبيرة والعمري إيه من النادي العمري حتة من النادي على فكرة العمري في كل طوبة هتلاقي العمري فاروق موجود في كل حتة في قلوب الناس حاجة جميلة جدا العمري عمري اقتلع ذاكي جدا أنا بعتبره كده اقتلع ذاكي جدا لأنه واضح أنه العمر اللي ادالي للنادي وأعضاء النادي وجمعين النادي وعشقه للكان ما كانش مجرد لا ده الراجل عمل أخرته الناس بتذكره بكل طيب بكل خير سبحان الله بيدعوله هو كان الراجل محترم مش عشان أخوية بس يعني شخص العمري فاروق أولا هو كان هديت ربنا لقل العمري ولوالد والدته هدية من ربنا سبحانه وتعالى لأنه هو أخلاقيهته كانت غريبة أولا هو صغير أنا آسف ما عليش هو صغير كان ما يزوقش حد ما يضربش أطفال وهو طفل ما يضهقناش ما يحاولش يكعب الطفل هو كان طيب ثم بعد كده بقى لما دخل البحرية وكده وماشاء الله بقى أبطان كونت ملامح الشخصية وبقت ركزة وكسور عنده جرأة بس بأدب ما يطلقى لفظ خارج طبيعته كده أصلا جد جدا في العمل يعشق العمل تشار فترات طويلة جدا ما يملش حب يقرأ حب يزاكر كل دي سمات شخصية في العمري الحية فهو كان هديت ربنا لنا اللي عايز يعرف العمري في الوقت يتعامل معه في المال في الفلوس حقاني جدا بشكل يعني صعب اللي هو حق حق الناس لازم يروح كذا خير جدا وما يعرفكش يعني الخير بيعمل خير بشكل كان غير طبيعي بس ما يعرفكش أنا بعمل ايه يعني هو انت تعرف ان هو بيعمل خير بس ما يتكلمش كتير ولا يحاول يبين ان هو بيعمل حاجة زي كده بيحب الناس البسطاء قوي بيحب الخير للناس جدا بيفرح لفرحة الناس بيتأثر لألام الناس وأوجحها رغم ان الشخصية بان انها يعني قوية وصارمة وجدة لانما انسانياته كتعالية جدا 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 لأبعد ما ممكن حد يتخيل عنده ميزة كمان غريبة جدا أنا أخو العمري الأكبر فتلاقي العمري في قرارات هو صاحب القرار في حاجات كتير لانه بحكم ان هو أنا الرجل أساس في الجامعة وهو الحقيقة اللي ماسك الأعمال بتاعة العيلة وكده إلا انه تلاقي في حاجات معينة لازم يرجع لأخوك كبير حاجة غريبة جدا تركيبة الشخصية كده لما حد يزعله يقول يعني يعني يعدي وليه عند الله أنا أهم حاجة أنجز وكأنه كان حاسس أنه مفروض يشتغل فترات كبيرة جدا في وقت وسائر جدا ما تعرفش برضو هل هو كان حاسس أنه ماشي كان عنده حالة رضا غريبة أو في الفترة الأخيرة في الفترة الأخيرة يعني طبعا طبيعة العمي بيخص أخوه خالد دايما كان يكلميني بالليل كل يوم لابد يبقى فيه مكلمة مبيني مبيني كل يوم ويتكلم معايا ويفطفط معايا ويأخذ ودي وبيعتبر هشام مع أن هشام دكتور هشام أخوه الأصغر بفرق سنة واحدة بس بيعتبره ابنه مش بيعتبره بقى أخوه بيعتبره ابنه فهو الحقيقة قد رسالة بز الجهد حب بلده جدا تحمل مسؤوليات في غاية الخطوة هو رجل المهام الصعبة بكل مقيس لما حتى جاء وزير يعني سبحان الله اشتغل وشئي وتعب وكان بيحب البلد حب جنوني ورجع نشاط الرياضي اللي كان صعب يرجع وكان أهمه الأرزاء بتاعت الناس والبيوت تتفتح وأن الحياة ترجع ترجع تاني والناس تشتغل وتلاقي فهو الحياة تدي كانت البعد الاجتماعي عنده البعد الانساني والاجتماعي حب بلده بجنون حب النادي الأهلي بجنون بشكل حياته النادي الأهلي عمري توحد مع النادي الأهلي يعني العمري والنادي الأهلي يومما قالوا الناس قالت أنه هو في جدران النادي الأهلي هو توحد مع النادي الأهلي هو يعني رحمة الله عليه شكرا الله يخالي فأنا بشكر جدا كابتن محمود والمجلس وطبعا بشكر حضرتك قبل كل شيء إنما يعني فكرة كمان وجود تمثال العمري ده حاجة كبيرة أوي 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 لأن ده النادي الأهلي بيحطه في مكانة كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني ترتقي لها يعني مكانة عالية أوي 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 ربنا يرحمك يا عمري ويجعل مسواك الجنة ويبارك في سوريتك ويعني يقبل عملك ويجعله عمل صالح طيب وأنا بالنيابة عن أهله بشكر مجلس زارة النادي الأهلي وبقول أعضاء النادي الأهلي كلهم وجمهير النادي الأهلي العمري فاروق كان بيحبكه جدا 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 لدرجة جنونية يمكن معبرش أو عبر بالعمل معبرش ممكن بالإفساح لكن أنا أستأذن أن أقولها بالنيابة عنه وشكرا جزيلا لأحضرتكم